قامت ايامة جمهور حزب الله وحركة امل لانه قلنا عن الطبقة السياسية انه انت مسيح وظهرت صورة خلفية هاي اللي على يمينة بتعرض صور زعمة وقادة بيشتغلوا وغاطسين غطس بالشأن العام وفيتين بالصميم السياسي بالصورة منشوف شخصيات منضمنهم امين عام حزب الله السيد حسن مصر الله هالجمهور الشتام يبدو بدو درس لغة عربية للصفوف الابدائية ودرسنا اليوم عن الاستعارة يا شاطرين شو هي الاستعارة؟ هي من علوم البلاغة المتعلقة بعلم البيان احد فروع علم البلاغة واللي عرفها كتير من الادباء وكل اقوالهم فيما يتعلق فيها تتلخص في ان استعمال كلمة او معنى لغير ما وضعت به او جاءت له لوجود شبه بين الكلمتين وليل يا بنت كلمة بتبتدي بحرف الايه؟ ايه؟ عندكن دفوار لبكرة تقروا كتاب كليلة ودمنا اللي ترجموا ابن المقفع طالعوا روح ما بتعرف تقرب لها كتاب او اذا بدكن فيكن تقروا مقالات زميلنا ابراهيم الامين بالاخبار اللي فاتح النجاج وصيصان للمجتمع المدني والاعلام والسفارات وما حدا نزعج او عمل حملة عليه لانه كتير طبيعي يكون في شيء اسمه استعارة يعالم يهو انا اصلا هيدا الاستعارة تبع التمسيح من وين فكر كنت علمتها؟ السفيرة الامريكية التي تخرج علينا كل يوم لتنظر على اللبنانيين وتذرف دموع التمسيح على اللبنانيين شو؟ مبين طلع التمسيح ضمن الادبيات السياسية؟ هي وقفت على التمسيح؟ سمحت السيد بيعتبر انه الانسان اللبناني حيوان ناطق سياسي هيك حرفيا تفضلوا اسمعوا الانسان حيوان ناطق بلبنان الانسان حيوان ناطق سياسي طبعا السيد مش عم بيهين اللبناني هون وانا بقدر بسهولة افهم انه عم بيقول شيء له دلالاته السياسية ومش الهدف منه الشتيمة لانه التشبيه بالحيوانات والاستعارة من قصص الحيوان بالسياسة وبغير السياسة اساسية لايصال الافكار طرق الضار بها الاحمار بيشتغل متل الجحش بيفلح متل الفدين بيأكل متل الغول صاير قد الفيل مصحاني متل البقرة قعد الزيو متل الصوس متل الامل المفروكي والحالة اللي واصلت للطبقة السياسية اللبنانية من تطنيش وتتنيح ما في كلمة بتزبط معها غير كلمة تمسحة وتمسيح بعدين خير ان شاء الله اذا الواحد شبه زعمائكم السياسيين بالقسود ما حدا بيرفله جفن ابدا ما بيصير معكم اي شيء لأ وبقلب نشيدنا الوطني منقول عن حالنا حيوانات بغابة هاي دي ما استفزت حدا لانه صفاض الاسد بتعجب الكل ولو انه هو حيوان مفترس بس التمسيح لانه متمسح ومع انه مفترس وعدته اقوى من عضة الاسد بتحسوا التشبه فيه اهاني انا برات ضاعت متل الصمكة برات الماي تبه منه هنواوي عتيقها عاستوا بتوجيح هايك بيسوقوا يا حمار لا وانا مضحكني بكال هالحملة الا بعض جمهور امل اللي حط ايده مع جمهور الحزب اللي يعلمونا التهزيب بشو ما بدكن انواع من الشتائم والاهانات وانتي مال اهلك انت روخ ايه اللي حاشر عساس دولة الرئيس نبيه بري ما بنستعمل الحيوانات بالقطاب السياسي انه تصريح اللي طلع الاحمار عالميدان ينزله شو ولك حتى عبارة اراني بري صار ماركا مسجلي باسمه طيب بلين رئيس نبيه بري خلينا نيقض مثل من حدا اقرب لجمهور الحزب من نبيه بري ابن مبارح صوص ده لا لا بلا صوص ديارة اسمحة كتير صغيرة حتى كنت موجود او موجود فيها ما بتساعة حمران هيدول شتائم او حكي بالسياسي يا سيدي لما كانوا يقولوا عن دتلف ملس تعلم هيدا مديح او اهانة بركيلي قريطم اللي قال طلال ارسلين لرفيق الحريري قبل اغتياله كانت بالسياسة او بالشخصة خطاب وليد جنبلاط الشهير هيدا شو يا قدن يا قدن لم تعرفوا الطبيعة يا أفعى يا أفعى هربت منه الأفاعي يا حوتن لفظته المحار يا وحشن من وحوش البراري يبدو التمسيح هي القشة التي قسمت ظهر البعير والبعير شو وكل ديك على مزبلته صياح وبتقله تاس بيقلك حلبه وعنزة ولو طارت هيدا كله حكي بالسياسي بس حزب الله وجمهوره صايرين متل فيل على الآن بغرفة اه معقول هلأ يجنوا على قصة الفيل ولك حتى الفيل طار شوي معكن بهالزمانات بس مطار فيل وارتفع إلا كمطار وقع ترجمة نانسي قنقر